لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الإشكالية الإشكالية لو كانت النواية ثقافية ونواية تتعلق بطراث هذا طراث موجود في ناس يتكلموا الشوية ناس يتكلموا الترقية ناس يتكلموا هذه اللهجات الموجودة وده لورثوها أبعا جد لو تعملها لها مادة على أساس أنها من عناصر الطراث التي يجري العمل على ترقيتها وتذكرهم ما تقول ليش تمازيغة وتخليها لي كلمة فضفضة هذا دستور تذكر لي الشوية وتذكر لي المزابية وتذكر لي هذه اللهجات تذكرها بالاسم وتذكر لي القبائلية مش أنه تجيني قبائلي وأنا للأسف للأسف أنا لا أتكلم بلغات عنصرية أنا شاوي إذا تكلمنا بهذا المنطق أنا شاوي ولكن نتكلموا نسمو الأمور بمسمياتي أنا ضد العنصرية أي إن كان ضد قبائلي ولا بربري ولا وش سميه ينكرها العربية ويتعامل معها بمنطق عنصري وضد العكس ناس يتكلموا بلهجات معينة هذه اللهجات تحترم ولكن هل هي لهجات يمكن ترقيتها السيتي أعمل على ترقيتها أعملها مجمع ثقافي أعملها مجمع تراثي ولكن أنك تحولها لغة وطنية ورسمية للدولة ما لذا ستقدم غدوة واجب على رئيس الجمهورية هل من المعقول أن لغة رسمية للدولة الجزائرية لا يتحدث بها رئيس الجمهورية نتحدث نتحدى الرئيس تابون قبله بوتفليق أنه يلقي لي خطاب بالتمازيغة هذه لا يلقي هذه بالشوية ولا بالقبيلية بقى ما كان رئيس الجمهورية يجهل رئيس الحكومة يجهل أكثرية الوزراء يجهلوا يجهلوا الشعب الجزائري قول ثلاث ولايات يتكلموا ولكن هالحروف وقواعدها هذه كل 45 ولاية على الأقل يجهلوها جهل تام أنت الآن تفرض لهجة أقلية أو أن أقول لك هي لهجة منطقة القبائل هم يريدون فرض القبيلية وليست هذه التمازيغة وكذا 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 يجي شاوي يقول بأنني ضد هذا الأمر سيتهم كذا وكذا وكذا وسيتهم بالعنصرية ويتهم بهذه الأشياء ولكن عندما تأتي وتسمع إلى ماذا يقولون هم في وسائل الإعلام الفرنسية وما يكتبون وكيف يربوا في أولادهم على العنصرية ضد الإسلام وضد اللغة العربية لا أذكره تعبير عن الحضارة وتعبير عن الحضارة الأمازيغية وهذا شيء من هذا القبيل يطعنوا حتى في قيم الإسلام الذي الإسلام هو دين الدولة ما كانش دين واحدة أخرى المادة تقول الإسلام دين الدولة إذن إخواني المشكلة أن هذه المادة فضفاضة قلت تعمل الدولة على ترقيته يحدث مجمع كيف تحدث مجمع جزائري للغة للغة التمازيغث يوضع لدى رئيس الجمهورية كيف لكن هنا تعمل الدولة تقوى تطويرها بكل تنوعاتها الليسانية المستعملة عبر التراب الوطن ولا تنوعات الليسانية منين جبت لي أصلاً كلمة التمازيغث هذه مني جبت لي هي يطلقوها الناس مني منين جبت تهربت من كلمة البربرية وتهربت من كلمة حتى الأمازيغية التي ظهرت هنا هنا هاتهربت منها وعملت هذا المصطلح اللي جبته من خلال اللهجة اللي يطلقوا عليه المهم أنا لا أريد أن أخوض في هذه أنا أقول أن هذه المادة لن تخدم لن تخدم أولاً دولة جزائرية ولن تخدم مصالح الدولة الجزائرية وتهدد وتهدد الوحدة الترابية لو كانت لماذا أقول هذا لأنني أدرك تماماً أن الذين يضغطون عبر وسائل مختلفة من أجل هذه المادة ومن أجل فرض فرض هذه اللهجة على الجزائريين ليس هدفهم هذه الثقافة بحد ذاته هم يربوا في أولادهم باللغة الفرنسية ويرسلوا في أولادهم يقروا في الخارج ولا شيء يتكلموا فيها فقط كلهجة في بيوتهم ولا يوم التقيت مع واحد ولا حتى فتح مدرسة فقط مدرسة هنا في فرنسا ولا في غيرها يقرّي مثل ما يفعلوا العرب نتقل بالعربية يقرّيهم هذه التمازيغة ما كان فقط هدفها سياسي وليس طراثي ولا ثقافي هذا هو هدفها بعد هذا يقول لك لا رئيس الجمهورية لازم يتكلم بهذه اللغة هي لغة وطنية بعد ذلك لازم الوثائق الرسمية تكون بهذه اللغة رئيس الجمهورية يرسل دول ويتحدث مع دول بهذه اللغة يروح المجلس الأمن لازم يخطب يدير خطب ظين يقسم الخطبة متاعه بلغتين ولا في الأمم المتحدة ولا في شيء لا نحن الناس تبحث الأمم تبحث كيف تتطور الناس دخلت حتى لغات أخرى عالمية لغات حية قرروا بها في الجامعات يكونوا فيهم أجيال ويكونوا فيهم أولادهم آدم في الجامعات حتى يرسلوهم ويخذوا العلم والتكنولوجيا في الخارج ويعودوا لتطوير بلدانهم وينافسوا الدول نحن نرجع لي نرجع لي إلى طراف قديم قديم جداً في إطار لهجات الناس كانت لا تتسوق بها إلى المدينة صار لي الآن ترجعها للغة وطنية ما عليش اعملها كما قلت مادة تتعلق بالطراف الثقافي أو عناصر هوية الثقافية للمجتمع أو للدولة الجزائرية تعمل الدولة على طرقيتها وكذا وكذا ما عليش هذا مقبول وهذا يرجع إلى تقدير السلطة الجزائرية من أجل سحب هذه الورقة من بعض الأطراف التي تتاجر بها خاصة في محافل خارجية وتستعملها في إطار الحقوق الأقليات وما إلى ذلك من أجل تصفية حسابات قديمة وتتجدد في كل فطرة ويفق السليب مختلفة إذن أنت تقول لي الدستور يستفتع لي لماذا لا تحدث الدولة الجزائرية حتى ترفع حرج لنفسها تقول رأنا دخلت جمهورية جديدة جمهورية جديدة جمهورية الديمقراطية يا أخي أغلبية ساحقة من الجزائرية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله